فر هارتمت ريختر من النظام الشيوعي الذي كان يحكم ألمانيا الشرقية قبل سقوط جدار برلين سابحاً باتجاه الشطر الغربي ثم عاد ليساعد ثلاثين من مواطنيه على أن يحذو حذوه وكان ريختر البلغ اليوم من العمر 66 عاماً شاباً علقاً وراء الستار الحديدي في دولة ألمانيا الشرقية ويحلم بالحرية وكان يحب السباحة في بحيرات بوتسدام في برلين لم يكن الأمر سهلاً كان عليك الغطس ثم الانتظار هجمني طائر بجع ونبحت علي الكلاب كان علي الانتظار حتى يهدأ الوضع في المجموع كان علي البقاء هناك لأربع ساعات وبعد محاولة أولى فاشلة قرر هارتمت عبور قناة تيليو سباحة للوصول إلى دفاف برلين الغربية من نهر براندبرغ وفي أحد أيام شهر أبو غسطس قفز الشاب في المياه الباردة للقناة والسباحة على مدى أربع ساعات لم تخلو من المخاطر والقلق وصولاً إلى دفاف برلين الغربية لكن شيئاً ما ظل يشده إلى ما وراء الجدار وهو الرغبة في مساعدة الراغبين من الخروج من ذاك السجن الكبير في ألمانيا الشرقية وهو ما تحقق حين قررت هذه الأخيرة في العام 1972 تسهيل إجراءات زيارة الألمان الغربيين لأراضيها رغبة منها في الحصول على اعتراف دولي فاغتنم رغتر هذه الفرصة وكان يستخدم سيارته لتهريب أصدقاء له ومعارف كانوا يختبئون في صندوق السيارة ويعبروا هو بهم إلى الشطر الغربي وبلغ عدد من أنقذهم نحو ثلاثين شخصاً لكن الحيلة هذه أخفقت مع شقيقته وخطيبها في الرابع من أذار مارس من العام 1972 فقد شك حرس الحدود به وطلبوا منه الدخول في مكان خاص لتفتيش السيارات وسرعان من قضت الكلاب البوليسي على صندوق السيارة وحكم على رغتر باستجن 15 عاماً